اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ان تحقيق الاستدامة لقطاع البنية التحتية لن يتأتى الا بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين عبر تفعيل مبدأ تحصيل كلفة الانشاء والتطوير في مناطق التعمير وقال معاليه ان الحكومة الموقرة قد اخذت على عاتقها تأمين بنية تحتية ذات جودة وكفاءة عالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء بما يتناسب والمتطلبات الحالية والمستقبلية لذلك فالحاجة اصبحت ملحة ليقوم المستثمرون والقطاع الخاص بالدور المجتمعي المأمول في توفير بنية تحتية تنافسية وكلم على الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفاق قد عقد في مكتبه بقصد الغذبية اجتماعا مع عدد من المطورين العقاريين والعملين في المهنة الأخرى ذات الصلة بالقطاعين العقاري والهندسي وذلك لإطلاعهم على تفاصيل القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2017 بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق فضلا عن كونه أحد المتطلبات القانونية لتفعيل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي حظي بموافقة السلطة التشريعية بغرفتيها وقد أشار معالي الشيخ خالد بن عبد الله إلى أن الهدف من إصدار المرسوم بقانون يتمثل في تلاف الآلية المعمول بها حاليا والمرتكزة على إنشاء وتطوير البنية التحتية للمشاريع في المناطق القائمة والجديدة وفقا لتوافر التمويل فضلا عن ارتباطها بمدى قدرة كل وزارة واجهة حكومية خدمية على إدراج هذه المشاريع ضمن برامجها ما لم تتوافر الميزانيات المطلوبة لذلك الأمر الذي يؤدي غالبا إلى أن يجد المستثمرون وشركات التطوير العقاري أنفسهم متقدمين في إنجاز مشاريعهم مقابل البطء في توصيل الخدمات اللازمة وأضف معالينا الآلية قد خضعت لمراجعات مطولة وتم الانتهاء إلى أن الكلفة لن تزيد عن 4% من الكلفة الإجمالية لأي مشروع وهي نسبة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين ادخارها لصالح توصيل مشاريعهم بالخدمات في أقصر فترة ممكنة كما شدد معالي على أن العمل وفقا لأحكام المرسوم بقانون لا يستهدف في المرحلة الحالية تحقيق ربحية وإيجاد مصدر جديد من مصادر رفض المالية العامة بالإيرادات غير النفطية بقدر ما يدعم ضمان ديمومة واستمرارية توفير خدمات البنية التحتية بصورة أفضل وأكفأ من خلال تحصيل كلفتها وهو مبدأ من المؤمل أن يتم تعميمه على خدمات حكومية أخرى جاء هذا الاجتماع بهدف التأكيد على أهمية تحقيق الاستدامة لقطاع البنية التحتية وهو الذي لا يتأتى إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين عبر تفعيل مبدأ تحصيل كلفة الإنشاء والتطوير في مناطق التعمير القرار سوف يطبق بالنسبة إلى المناطق التي يوجد فيها خدمات البناء التحتية والغرض الرئيسي من تطبيقه هو استمرارية الخدمات من كهرباء وماء والطرق ومجاري وغيرها في هذه المناطق وأيضا العمل على تطويرها طبعا القرار هو يتكفل فقط في المناطق القديمة أو اللي فيها القائمة واللي فيها البنية التحتية بس نتطلع إن شاء الله إلى إصدار قرار يشمل المناطق الجديدة أو بالأخص مثل مناطق الساية أو المناطق الحدوة وغيرها اللي بيساعد بشكل إيجابي جدا للعمار الاجتماع كان بشأن استرداد كلفة البنية التحتية اللي كان كل واحد إحاطي كيف بتكون والأسعار وهل بيأثر على السوق وما بيأثر الحمد لله يعني الاجتماع كان مثمر اللغاء كان جدا ممتاز شرح لني تكلفة البنية التحتية وسعارها معقولة جدا وخلال الاجتماع أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن الحكومة الموقرة أخذت على عتقها تأمين بنية تحتية ذات جودة وكفاءة عالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء بما يتناسب والمتطلبات الحالية والمستقبلية حيث نوقشت آليات تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وضحت كثير من الأمور في موضوع تكلفة البنية التحتية أنا أتوقع أن تكون في المستقبل المشاريع القادمة إن شاء الله ستأخذ لها دور أكبر في الاستثمارات ستأخذ لها دور أكثر أيضا في التواجد الكثير من المشاريع كانت محتاجة إلى بنية تحتية لا شك أننا كعقاريين ننتظر المشاريع العقارية والمشاريع العقارية تحتاج إلى البنية والتكلفة للبنية التحتية الحكومة يمكن نفسها أو كل حكومة الخليج اليوم عندها مشكلة في الأمور المالية فهذه جزء من الحل اللي احنا حصلنا اليوم أو القانون نفسه بيكون جزء من الحل إن شاء الله إن هالمشاريع راح تكون لها استمرارية أهم شيء أن نحن عندنا استمرارية في المشاريع التطورية العقارية من خلال هذا القانون إن شاء الله هاي بيعطي المكاتب الهندسية المسؤولية المسؤولية إذا حسب المساحات البناء اللي هي تستغل يعني تستعجل مهنات هاي بيعطينا المسؤولية عشان نحن إذا حسبناه صحيح بيقلل من التكلفة الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار تم تحديدها بالمبلغ المتحصل من ضرب 12 دينار بحريني في صاف المساحة المستغلة ذات المردود بالمتر المربع وهو ما أجمع عليه عدد من المطورين العقاريين ومزاولي المهن العقارية والهندسية المشاركين في الاجتماع وأكدوا على أهمية المرسوم بقانون وقراراته الأخرى المنفذة له وما يترتب عليه من دفعة نوعية للسوق العقارية في مملكة البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين